وفي ذات السياق أشهد رئيس مجلس الشيوخ بموقف مصر من أزمة الصومال الشقيق وحرصها على دعمه على كل الأصعدة في ذات السياق يأتي موقف المصري النبيل تجاه أزمة الصومال الشقيقة والتي عانت وما زالت تعاني من ويلات عدم الاستقرار من خلال تقديم كافة أوجود دعم الاقتصادي والأمن سيئا سيما في مكافحة الإرهاب